موسيقى في حقاتنا ملامح ذاتنا سير مدونة يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشوات أحلام في حقاتنا ملامح ذاتنا سير مدونة يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشوات أحلام فيها العالم والمتعلم فيها الظالم والمظلوم فيها العالم والمتعلم فيها الظالم والمظلوم حكا والليل والوطر الناسل حكا والليل والوطر الناسل والأحلام فيها العبر الغيوم موسيقى 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 على أكتافك وضن الخير والحب والإنفاق يا الأهداء للدنيا سماحك وضن الخير والحب والإنفاق يا الأهداء للدنيا سماحك بكرا نشوفك وإنت محفل عالم قاباك وذلك صباحك بكرا نشوفك وإنت محفل عالم قاباك وذلك صباحك وكرا نشوفك 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 ومشوفك كتر خيرك وبارك الله فيك يا قاسم يا ولدي والله العزيمة ميتة بالتعمك دي أصلاً ما بتقري الجامعة دي حاجات بسيطة يا عميوسف بسيطة للناس إزايك يا ولدي لكن إزاينا نحن زي عمك يوسف ده والله صعيبة وقاسبة الحين عميوسف أنت اللي بتقسل الحاجات السهلة كان عادي جداً ممكن تيتقابل لدارك الجامعة بتشرح لهم إنه دخلك محدود وإنك بيدعول لك أسرها في أطفال غصة كانوا حيخفضوا لك الرسوم زي ما حصل معنا أقدم علي فرصك والفرصة اللي بيجيك استثمرها يا وين الفرصة اللي بيستثمروا يا ولدي كده نحن ندخل على الشركة أول كده أنا أتصل على الحاجة لأنها بتكون منتظراني بالفاتور أقول لي أنا فاطر بره عشان تديك الإذن مش كده يا ما اللزن تديني خاطرة ألو لا لا ولا لقوة ما بخدتها في حشمي لا بس أنك لمن تجي راجع أنت عارفة لك البراي ما بنفعل لا والبنفعل لك المنو يا أكدل نفهمي خلاص 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 انت جاهزي القهوة وانا جاي حسن وبعدين باعك يا سعادية من راسك الناشب ده وطبيعك المدار يتغيري وده يا سعادية نحن ما خلاص كبرنا على المواضع دي يا بيت مع السلامة الاجتماع في مكتبة سيدة المديرة يا قاسف حاضر جدا قلوهم دقائق بس وكن معكم يلا يا عمي يوسف ندخل انا اه 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 فاتي ما وصكت عمي يوسف ده جارني في الحل وراجل عزيز علينا جدا وفي مقام الوالد تفطرينه وتونسيه وتضحكيه لحد ما يجي طالما يجبني معه ها مفاية مشكلة حل في مرحب يا عمي يوسف تفضل يا عمي يوسف عارسكيه تفطهه وكتبه النسوان يبالر فاتول برا اه يا عمي يوسف كل دقائق بس وجيك راجعا بعد الادماع بعدين فاتمي زميلتنا في المكتب فينا وخطنا خلي الموساط أحمد كل دقائق وجيك راجع فاتم ما تقصر المعوالد؟ اتا ما عندك اي مشكلة امشي على اجتماعك مع المدير تفضل يا عمي يوسف تضع درجوك نفط هنا والنفط في الخطير يا بره هو عمرك شينو كيف انك خلت سعادية؟ أحلام أحلام يا سيسا والله بيت حلال حتى لديك الدعمه ما قادر أكل ما بعرفها كل براي عمك ضربت الفرون قال ما يتأخر شوية مؤسطن خربت طبيعي كله كله ما بعرفها كل براي والله ما في أي طريقة يا خلت سعادية لا 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 لازم تمد يدك قالوا قلنا العروض جفا الله عشان خاطرك هاشل حتة من الفول أنا ذاتي عشان الليلو قموا واحدة من الفول زيك ها يلا انت يا خلت سعادية عم يوسف مع قاسم في الشركة وممكن يتأخر عشان كده انت وكل من ايدي بستناه متى ما يجي واكل معه ها انت يا خلت سعادية ها منطقة صغيرة على النيل على النيل بالشريك أو بالغريب؟ بالشريك أو الغريب؟ بالشريك أو الغريب؟ أنا لا أتذكر، المصافة طالت لكن لماذا بالشريك؟ والله الناس بالشريك والغريب كلهم فاهمين ومشكورين الظهر عليك أنك لم تكن هناك أبداً والله لكن النية فيه والقدم له رافل تعال فيها يا فاتن أيها لدينا واحد أخونا في الحلة لا تزوي المرأة من منطقتكم طبيعي يحدث مثل هذه بين مراطق مختلفة وناس مختلفين فهو حاجة عادية وكويسة جداً والله والله وما طالب عنه حليفة يا فاتن رغم فارج السنة الكبير بيناتهم إلا أنهم عايشين مبسوطين وفي سعادة ونعمة نامين بقدر المسر اللهي ما شاء الله أنت عارف أنه بنات كثيرة تحب أن تزوج ريال كبار في السن؟ أول شيء الوحيد سيكون متوازن متريس عاقل يعني كل الحاجات التي تتمنى سيكون مكتملة سيكون أب سيكون أخ سيكون زوج أنا شخصياً مع الرايضة عكس بنات الزمن الوحيد على رسلات الشاب اللاهي وعابس لسه ملابت شخصيتهم مكتمرة ماذا؟ أشرب العصر يا عم يوسف تفضل انت بالله ما طبيعي بعدين تعاقل أتبع لك الحزعبولاب بتحتك اللهي أنا ذاتي كنت أعتبر حزعبولابت ملابت عندما سمعت هذا الكلام من فاتن أول مرة لكن وانا بوصل عمك يوسف لموقف المواصلات بقد اتحولت لي يقين ويقين راسخ جداً انت بتقول في شيء؟ الأسئلة المتلاحقة عن فاتن مرتبتة ما مرتبتة في زل في حياته مخطوبة يعني كلمة الإطراء والإعجاب التي تجعل ذلك يخرج من وقاره وفق التركيزه يا أخي حرام عليك عم يوسف داخل إنسان يخرج من طور يبدو وغاد بعدين يا قاسم ما أي كلمة إعجاب بتعني التفكير في الزوال يا أخي هذا قاسم يكون ما يشعر ولا يشعر ولا يشعر وهذا شيء أنت تستبعدي؟ أنا أستبعد الكلام الذي تقول فيه بعدين أنت عارف وأنا عارفة كل الحلة عارفة شكل الألف والعلاقة المعادية بين عم يوسف والحق السعلي يا أخي ديل حتى التعبير عن عواطف وانتقاه بعض ما بحقنا منه كما يقول الناس كلمة يا قمر ويا ملكة ويا ملك يا أخي عادي نحن نسمعنا خايفة الكندة بنشوفه وكننا بنسمعه يكون ضرورة فرضة فيقها الواقع الشيء الممكن والشيء المتاح والما في غيره زي أحلام فقدناها ودفناها وما صدقنا لنا وتعود وتدعي بخيالنا من جديد عارفة يا سوسل أيوه زولة مثل عمك يوسف بعد الرقة والإخلاص والوفاء والبعالباء زوجته السنين كلها ونحن نشاهدين عليها عارفة لو طلع زولة تكذب مناتها الدنيا عبارة عن كذبة كبيرة والناس كلهم تكذبين لقد كنا لا أفتح الدكان يا فاتي يا منو يا فاتين لكن انت ما فاتناني في زول غيرك فاتيني ما تخجل يا حاج الكبير تبيجه لك وضعتك الله وضعتك الله ما تتأخر يا حاج الله يعد الخطيوتك يا رب يعد من قبل السلام عليكم مرحب 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 الولد الأصيل مرحب بزينة شباب الحي يا سلام عام يا أخي أنت عملت في المعروف معادي والله يا ابن يا قاسم جايت لكم في الشركة تركت عن عمك يوسف انطباع ما ساهل أبدا يا سلام يا سلام الدنيا لسه بخير الانطباع اللي انت بتتكلم عنه ده انت تركت أضعاف أضعافه عندنا الناس في الشركة هناك خصوصا عند زميلتنا فاتح يا سلام دي الطهرة زي الملاك اليوم كله بين كله كلمة الثانية عم يوسف عم يوسف عن يوسف يا سلام انسان ما عادي شخصية آثرة شخصية محترمة جدا وهيبة شخصية تدخل في قلوب الناس وتسكن برا راح وبيط مأنينا بس أنا قلت لها انه الاقتراف من شخصية آثرة وما عادية يفترض ما يتجاوز الخطوط الحمراء يعني الارتباط والزواج أنا قلت لها عم يوسف ده انسان مرتبط ومتزوج وعايش في وفاق تام واستقرار مع زوجته الوفاق والاستقرار والوآمل بتقوله ده وينوه بقول شنو يا قاسم يا ولدي بس تمالي عمل الخير ده بالله كيف يا عز الدنيا ياخ بارك شنو باطلا استناس قاسم إنكم نحمد الله والله لكن يا اخي إن قطعت منا señor كما زاهر لك عيش تعالي اخ قد لك كربiałك خشميل انت براك عارب ياخ الوظيفة والشغل انت براك عارب أيوه الأيuy الله يكيف لكن ما شاء الله ما شاء الله والله الفرن ماشي تمام التمام وجاذب زبائن كثيرين جدنا ما شاء الله سبارك الله كيف هذا؟ هذا لأننا ندعاماً مع أسهر راغية ومطاعم حديثة في أرقى أحياء العاصمة هذا غير كذلك؟ الله حتى اللجانب يدعونه معنا لكن ما شاء الله والله إجتزاد كل أنه توارست المهنة دي أباً عن جداً واتهدت فيها أشكد النجاح كان حليفكم كيف يا أستاذ قاسم يا أخو؟ فوق للتاريخ اللي قدت ده حب الزول اللي عملوا وقناعتوا به ده أساز النجاح قناعة؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا أحمد المبنية موسيقى إن شاء الله دائما فرحان موسيقى موسيقى ما عرفت الاخدار الحلوة السحيرة كانت مخببة يا فاتي الاخدار الحلوة الجميلة يا يوسف نحن كنا مخببة اكتشفناها بعد ما العمر ما فضل فيه الكثير العمر راح ويوسف محبوز داخل دائرة مبت فوت طوله وعرضه افتكر دي سيعد دنيا سيعد حياته الكلمة اللي بتطلع من اللسان وما بتطلع من الكلمة وطعم الضحكة في الشفايف زي الملح الدنيا دي يا يوسف فيضحك تاني طعمه تاني حاول تزوقه الفيغة 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 ياسيف؟ العشمت؟ إلتعشيت أنت لسي تتفكر في غداعات عماكي يوسف؟ أفكر في الغناعات والمبادئ المالهلة أفكر في الواجهات الأنيقة التي تأخفي وراها عوالي من القتامة والبشاع يا خي لا تزلم عماكي يوسف و تحاسبو على حلم عبر كان يعيش حلمه حقيقة يفتش له يتعب حتى نتحقيقه ما قوله الناس بتحقيق أهلامه كان يتنازل الحلم أقل منه حتى لو متواضع بيشبه قدراته وإمكاناته بدل ما كان يعيشنا في العوالم عيشنا فادي ونعيش فيها سنين طويلة ونسمع عبارات يا ستة الدار ويا أميرة ويا ستة البنات كان يستخدم أي عبارة تانية زي يا سجم يا بجم يا قشيرة زي عشرات الكلمات للأسف بنسمعها في البيوت الظاهر نحن ننتهي من هذا الموضوع سوسم الموضوع ده يادو ابتدأ نعم باختصار كده الشركة بتنقب عن البترول في غرب السودان وفي تشاد بوركي نفاس ودلت النيجر ومايف وين؟ مدير الشركة دفعتي قرأ معي في الجامعة بالصدفة كده عرفت أنهم دارين مراقب عمال سوداني وكل الموهلات المطلوبة الشهادة السودانية كحد أدنى تخيل لي عندك شهادة سودانية؟ كيف خلستها وخلستها بـ 65%؟ المرتب أكثر من 2 ألف دولار في الشهر ده غير شنوبيت مؤسس كامل وعربية آخر موديل للمراغب ده غير التزاكر حقة السفر والإجازات وغير المخصصات والإغراءات التي تقدمها شركة البترول وكثير من هذا أممم أنا طبعا أعرف أنه يتعند قناعاتك وعندك عملك يترتاح فيه وتلقى فيه نفسك أنا قلتها بس أخطك في الصورة وأنا عشنا ذو الأفران ذاتها والله بقت من شغالة والناس خلوا العيش بقوا وعين الكسر والقرعها صياح البنزوية فيه ده والله يسترت حال ذاك عزالدين هاي عندك جواز سبر؟ ألكتروني راسم راسم ممكن توليني انت ستستفيد شنو من التلصص على قناعة الناس عايز اصل لحقيقة انو احنا بنمثل على انفسنا وبنمثل على الحياة وبنعيش بغنعات هشيا قناعات قابلة للتغيير والتبديل في اي لحظة حاجة مخجلة انو نرسم خرطط حياتنا لقلم رصاص وفي اخر القلب استيكر الناس مجبورة كثير من الراحيان انتحنا قلون نعزل نحن ما بنعيش الحياة ادواجة بنعيشة واجب حقيقي وفروة تفكير وتخطيط وتركيز وقرأة للفاقع والمستقبل الحياة التي تنتهي وتحتمد على الصدف والنهايات السعيدة زملة انت لكن يا قاسم انت ممكن ان تحكم على نموذك ولا نموذيين هناك الكثير من تغتلق من نموذيك طرابي نشوف نشوف الحاج؟ اي ما تقبل عليه بأي جاي وتتكلم معاي زون مقبل على المراحة وبعاية ما شفت لك زون قاعد يحلق قبل كده في ديقنو الحاج؟ اللهم اطولك يا روح انت اليوم اندل ما طبيعي ما لي؟ ما طريقة الزمان ولا كلامك الزمان البحر يصفوي عكر وانت بحرك العكر واذا؟ انا بحري سافر عكران بحري كنت انا؟ سافر البلد غيري جو شوية اخذ لك شهر شهر ونص معاهلي وتعالي انا بردام انا بليك انتظرك الشهر بألفين دولار يعني قول قدر واحد أخذ له خمش سنة لا إله 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 الله ما ببقى عزدين النفط لا إله إلهك عموما الكلام اللي قلت لك للمرة الأخيرة هأعيد لك ولمصلحتك النادي المنافس وعد أنه يدفع 2 مليون دولار كاش داول الكلام دان أبوه لك لأنه أنا من أقطاب النادي من الإداريين فيه بس يا أستاذ قاسم أهم حاجة القروش كاش شيكات ماف بالضرورة أستاذ قاسم نقعدون التناقص في أمور ملحة بالمناسبة دايرة بحثة ونجد لها بعض الحلول يعني في خصوص شلوية عم محمود أهي يعني في إطار الهم العام والعمل العام وطننا الصغير دا نحن نزلنا له كل عمورنا ونفسنا وكتنا البلد محتاجة لنا يا قاسم أكيد أكيد خلاص شاه المغرب معاي في البيت زول بين مغدراتك وكفاتك وعلاقاتك الوازعة نازم يكون عدد وسند لللينات وده كله بيستخر لخدمة الوطن والجماهير أنا ما عندي أي مانع من أي مكان وأي زمان أخدم البلد خلاص المغرب في البيت نضع النقط في الكروف ونشوف نوعية المشاركة والمساعدة إن شاء الله طيب يا أستاذ قاسم طيب يفتح فضت فضت تماماً لنا شكراً لك ما هو حركات دي يعني؟ كانت تتصل علي أصلاً شكوتي كديراً بتخلي عني كانت تتصل بقول لي نزال خطي بيجاي معاي أنا فرسنيوق ونواطن دي كله أوروط اكفي لنكم فرس لانا قلوبكم بالوروط بس هو عيان نزار تكون شهر رمسيتي مننا للأسف طبعاً بكل أسف طبعاً طبعاً أنت أحذر منزل نزار ان خطبت لك أموره بالروح طبعاً عفراب الخاليسي عدي أنا بعرفة من هي صغيرة أنا عارف روحيهني محزوص وأنا عارف أن نفسي ما أنزار شيل حلوة هل تفتح بك؟ هل تفتح بك؟ هيا يا جاسم اسمعني معي عفربي الخالي سعيد ومعي خطيبة هيا عليك الله ضروري تجيب معك لحمة من السوق احتمال؟ احتمال تعشو معاني خلاص اسمعني طيب يلا برضو اخشالي اي حلواني جبدان منه يعني باسطة بسبوسة كده خلاص يلا طيب ما ليداخر طيب موسيقى 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 احسن موضوع غنى عادة ما تتكلم عنه يا جاسم لانه بالطريقة دي الرغيف سينعدم و ستموت بالجوع يالله موسيقى فاتني عام يوسف بتزيل فراشة في خفة روحة و خفة دمها انسانة مرات كثير بقول انها اتولدت عشان تبعث الامل والجمال في نفس الناس وتدي الحياة طعم مختلف ولون مغاير انت سعيدي عام يوسف لانه الفراشة هتحلك في بستانك و بس موسيقى 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 يا حمام وكي اقعد معسر اقعد كثيرا و امشي اقعد كثيرا و اقعد كثيرا و امشي و اعمل شنو انا لسواق القطر الذي استنوا عن خدماته بعد مستيق عديد الدخلات و جاءنا هنا بقى رئيس اللجلة بالحياة لا تمشي شوف لك اي احتزال المناسبة و الموضوع انتهم لو ما مجيت انا ستكون المشكلة اكبر لانه سيجي هنا و يقعد ساعة كاملة احكالية عن نفسه و ساعتين عن الهمية الراهنة للمرحلة التاريخية لجنة الحي و ثلاثة ساعات عن الاستراتيه بتاعت ادارة لجنة الحي و اربعة ساعات عن محمد و خمسة ساعات عن علي و ستة ساعات عن وداع اقول لك الكلام انا ها وصللك الفواكه دي و وداعتي كله انتظر انتظر كيف وصلت انتظر مجنبا الكتب و لكن لسالت احاول انتظر 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 أيها أستاذ قاسم، نزار عمله عزوما ليلة الأسرة والأزغاء، رحلة صغيرة ياريت ياريت يعني، تشرفنا حاضر، يشرفني جداً، أي طلبات أخرى؟ نزار، جب لي عليك الورقة وضمغة عشان نديره أستاذ زيبز تراكم، السلام عليكم يا هؤلاء، بين البايع والشارع يفتحوننا ويأخذون الفرن قدامنا موسيقى تعرف يا أستاذ قاسم، لا يغفى عليك يعني العمل العام، في الأساس بيعني، يعني، التضحية ونقران الزلد أكيد، أكيد، نحن الواحد فينا كان امرق من الصباح مع شروب الشمس ما يجي راجع إلا مع هزيع، أخير من الليل الأسرة، تربية الأولاد، دخل يناول الزوجات نعمل شنو، جسامة التكليف، والرغبة في تطوير الحي وازدهاره، بتطلب كده عم محمود، نعم رأيك شنو قبل ما نتناقش في الشأن العام؟ نتناقش دقيقة دقيقتين كده، في الشأن الخاص أنا عندي موضوع داري نقشو معك مهلو، الخاص جزء من العام والفرد جزء من الوجتمام عن منظومة واحدة، ولا شنو؟ عايز تقول شنو يا غاسم، عايز تقول شنو؟ قول، أنا سابع آه، أيوة، عمان، سلطنة عمان ما لا سلطنة عمان، نسمع عنا كل خير يعني حصل فيها تحديث كبير جدا بصورة مزهلة في قطاع النقل بتاع السككة الحديدية قاطرات بتعمل بطاعة الكهربائية سكك حديدية تضاهي حتى الموجودة في أوروبا أنا هاتكلم مع زول هو كل خبرة وكل ما يالعمل في السككة الحديدية أكيد بتفهم أكثر منها يا سلام، يا سلام يا غاسم على يام السكة حديد، أيام الوسع، مكليكة، مروابة، الغبشة، ودعشانة، مروابة، الدبيباد، الفولة، بابا نوسا، نيالة، واو، يا سلام، يا سلام يا غاسم محمود ود وداعه لما كان يجي ماشي وخاشي محطة من المحطة الديل بالديزل أبا 40 وخمسين عربية الناس كلها كانت بتضبوا ساعتها عليهم لا ليتها يا أمان، قطار تعود تداولت ميالس المدينة عن أحاديث مليارات ومحاولات تدور في الخفاء لتغيير ويشاتق الغادم هل تنفي أو تأكد ذلك؟ أمتني عن التعليق عارف يا أم حمود، أنا صدفة كده، عرفت من بعض ما عارفنا من العامل معهم ديل، إنهم عايزين خبرات زي خبرتك دي، في السلطنة هناك عقودات عمل، وانت طبعا أول زول أنا فكرت فيه، عشان اتحليه فرصة العقودات المجزية والمغرية دي، بس لكن، من الأسف يعني، من الأشياء لوقتك كله، ومكبلاك، ومقيداتك دي، الأمر العام حق شنو يا قاسم، الخاص أهم، دي صفقة ما بتتكرر في العمر تاني، بعد ذلك نحن ناس عندنا مزئوليات، وعندنا تربية أولاد، والتزامات، عليك الله يا قاسم، اتوصى بأخو، لا إن شاء الله إن شاء الله، إن شاء الله، ما أقول لك، قطارات ديزل، قطارات كهرباء، كل من سوقوا، ها 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 ه اشتركوا في القناة موسيقى 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 أفراء؟ أهلاً يا أساس. زيك كيفي تمام؟ طباب. اسمه موشام عبد النبي. يمتلك عدد من الشركات الخاصة في الخرطوم هنا وفي لندن. مع أنه درس تخصص نادر في أرقى الجامعات العالمية. لكنه يختار يدخل عالم البيزنس. وحقك فيه نجاح باهر. يعني حياته في السودان هنا ممكن تقول عليها أيام واس. باقي السنة بيكون لافي حول العالم. أنا أصريد عليه. قلت له يا أخي أنزل. وشوف الناس ويتعرف عليهم ومسلم عليهم. لكنه اعتذر لضيغ الوقت. الثواني عندها قيمتها. عند الناس زي ديلي عفرا. المشكلة الوحيدة. الاستعصى حلى على هشام. حكاية البيت تلبيت ناسبه. كشركتها يا طبعا. حاجة غريبة يا قاسم. قصة البدايات التي تأتي في النهايات دي. ما فهمك؟ لا أعرف أقول لك شنو. لكن سأقول سبق السيف والعزل. عرفي يا أفراء. أنت البيت الوحيدة التي تناسب هشام عبد النبي. أنا؟ أموآ؟ أموآ؟ يا عفو عن السمكة دي الزريفة كيف؟ فشنو شنو يا أخو أنا عاملين لدينا جمعات و عاملين لدينا هنا لما شاء الله خير؟ خير، منتظرين أستاذ قاسم أستاذ قاسم؟ يا أخو أستاذ قاسم أنت شركة و أددت مشوار بعيد، نقلوه، وأنا أجرت منه البيت أي سؤال؟ الآن أجل ما أطعملنا للمة و أطعملنا لدينا جهوطينا لأنه إحنا أساسا عندنا هنا، عندنا زعيانين و أجلنا استعمالين ها؟ هنزلهم موسيقى موسيقى نحن كذبين اي 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 ويس الغموة الحجوة تواصل باقي الرحلة وسفر البار وط الشموة يصحي الليل وصحي المال الما مشروف ونسل اموة الحجوة تواصل باقي الرحلة وسفر البار وط الشمع يصحي الليل يصحي المعنى الما مشروف كل حكاية وراها حكاية كل ما بتضحك كل ما تنوح 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 بالتعبير الصادق نكتب صادق نكتب صادق نكتب صادق نكتب برهمة ومجزة وطالريه بتفوح صارت ناس بالهمة العالية شاد الميت العالي صروح بكرا لاجم واني ما اخضر بكرا اني والحسرة تروح والحسرة تروح 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 تروح